السلام عليكم. قرأت تحليل عسكري في مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من المواقع. في حال نشوب حرب ما بين اه حزب الله وكيان الاسرائيلي. اه اغلب المحلين متما توقع عني ولمؤكد ان اسرائيل ستنجح في التوغل في جنوب لبنان. بالياتها وادباباتها وغير. اه لكن كلما زاد التوغل كلما زادت الخسائر. اه محلين توقعون ان اسرائيلي سوف تقف الى نهر اه الليطاني. وممكن يكون هناك اه منطقها عازلة من الحدود اه الكيان الاسرائيلي الى نهر الليطاني. اما في حال اه رغبة او ان هدف الكيان الاسرائيلي ان يتم اجتثاث حزب الله اه من جذوره. مثل ما يعني اه هدف عزب الله مع حماس. فهذا الهدف يعني يكاد يكون مستحيل او صعب اه المنال. لان كلما توقع غلط اسرائيل في لبنان خصوصا فيها الضاحية اه الجنوبية زادت الخسائر اه الاسرائيلية. في سنة الفين وستة اسرائيل توقعت اه في جنوب لبنان في حرب الفين ستة ما بين هزب الله واسرائيل. لكن الجيش الاسرائيلي تمسخر صراحة يعني. وطلعت فيديوهات اه ان هزب الله قام باستهداف عدد من دبابات الجيش الاسرائيلي بصواريخ موجهة اه روسية. لكن الان اللي قال اه توغل اسرائيل فان الحربة طبعا بلا شك انها هي حربة عصابات. اه شغلة ثانية الارض او اه تضاريس الارض تساعد اه حزب الله. اولا الارض عبارة عن مهتفعات ومرخفضات. اه شغلة ثانية ان الارض عبارة عن اه غابات يعني من السهل الاختباء في هذه الغابات. اه نقطة اه الثالثة ان حزب الله بنى او حفر شبكة من اه العنفاق. اما من سيدخل الحرب مع اه اه حزب الله من المسلمين. اتذكر مقول لسيد كوشكو يقول دعمنا الله ان يرزقنا باما من عادل فرزقنا بعادل امام. ونقل الكفر ليس بكافر. الخطر الاكبر هو قادم من افغانستان. من طالبان. طالبان طلوت من الحكومة الايرانية. فتحوا الحدود اه لكي ينتقلوا ينتقل مقاتلين اه طالبان عبر ايران ومن ثم العراق ومن ثم الى سوريا ومن ثم الى اه جنوب لبنان لمقاتلة اه اسرائيل. ليش? اول اول نقطة لان اه طالبان عندهم خبرة يمكن اكثر من اربعين سنة او خمسين سنة في القتال بنفس التضاريس التضاريس الموجودة في اه جنوب لبنان. هذا النقطة. النقطة ثانية يجدون اه حرب العصابات. اه النقطة الثالثة او هي المهمة جدا. وهو ان الجيش الامريكي ترك معدات يعني كبيرة جدا واسلحة. اه يعني ممكن ان طائرة الهلوكوبتر تمشي ساعة عساس انها تغطي هذه المعدات وهذه الاسلحة. والجيش الامريكي كان قرار الانسحاب كان مدسرع. النقطة الثانية ان اه افغانستان هي تعتبر دولة حبيسة. دولة الحبيسة هي الدولة اه التي ليس لديها اه اطلالة او مطلع البحر او موانئ بحرية. بمعنى ان في حال رغبط الامريكان بسحب جميع هذه الاسلحة. اه يجب سحبها اولا الى باكستان ومن ثم الى اه الماني الباكستاني ومن ثم الى الواعت المتحدة الامريكية. لكن اه كان تكلفة نقل هذه الاسلحة اكثر من اه قيمة او ثمن اه الاسلحة اه بنفسها. الامر الرابع ان الطالبان والواعتم المتحدة الامريكية لطالبان لديها ثار مع اه الواعتم المتحدة الامريكية لما تم محاربتهم لمدة اه عشرين سنة. اه امريكا لما تركت هذه الاسلحة كان عندها هدف ان ممكن ان تقام او تندلع حنالك حرب ما بين اه اه طالبان اه باكستان او عفوا لا او ايران بحيث ان تكون هذه الحرب اه سنية شعية. لكن هذه اه طافت عليهم. او تم تفويت هذه الفرصة. اه عليهم. نرجع مرة ثانية. من اللي راح يواجه من في شرق الاوسط. طبعا بلا شك ان حزب الله راح يواجه اه الكائن الاسرائيلي. وايضا مقاتلين ايراني من الحرسة الثوري الايراني. ها وهم زينبيون وفاطمون ومن الحرسة الثوري الايراني المتواجدون اه في اه سوريا. وايضا هناك امدادات او من الفصال العراقية او من الحجد الشعبي. اه حدد من المسؤولين للحجد الشعبي اه اعلن ان في حال اندلاع الحرب سوف يمد العراق اه لبنان او يشارك في هذه الحرب بعدد اكثر من مائة الف اه مقاتل. وطبعا الحشد الشعبي في العراق مدرب وايضا الحشد الشعبي في اه اه العراق اه مجهس اه اه من الاسلحة. وبسرح العبارة لان اكثر من مسؤول اه اه عراقي خصوصا بعد اه قيام الوهد المتحدة الامريكية كابروا لتقريبا اربع سنوات باغتيال اه القائد العلى للحشد اه الشعبي. فهناك كثير من اه من الفصائل العراقية سواء كانت من الحشد الشعبي اه غيره للولايات المتحدة اه الامريكية اه اسرائيل. من اللي راح ممكن يدخل في هذا الحرب ايضا هو انصار الله. اه الحوثي. ولكن انصار الله ممكن ان يلعبون ايضا لعبة اه لسة اسكرية. ولكن لعبة اقتصادية. وهي عن منع اه السفن النفطية من المرور في اه مضيق باب المد. هذا الامر راح يسبب اكثر من من شيء. الشيء الاول وهو المهم انه راح يزيد تكلفة اه او يزيد اه سعر برميل النفط. الشيء طبيعي لانه اه مسافة السفن. فمن الطبيعي ان هذه التكلفة سوف تزيد باسعار النفط واسعار اه الغاز. اللي بلغة اتصادية اه ثانية هو ان يتم اطلاق صواريخ نحلها البوارج او 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 السفن الحربية. الصاروخ اه الذي يطلق من انصار الله اللي يكلف تقريبا من الف الى الفين اه دولار. والصاروخ وصاروخ المضاد اه اه او الدفاع الجوي يكلف اكثر تقريبا من مليون اه دولار. في هناك دول راح تقسر من هذه الحربة لنتوقع ان مصر هي اكبر الخاسرين. لان سرائل تمد مصر اه بالغاز والعان تقريبا صيف وحر. هذه نقطة الاولى. النقطة ثانية ان قناة السويس اربعة قناة السويس يعني راح يعني تخسر قناة السويس اكثر من تسعين اه بالمئة من اه ارباحها مقارنة بالعام اه الماضي. في نقطة اخرى. ليش اسرائيل مصممة? اسرائيل ترغب اه استمرار الدعم الغربي لها بحيث ان هناك خطر وجودي وتستغل ما حدث من احداث في سبعة عشرة من دعم غربي اه لحم. ان شاء الله ثانيا ان اسرائيل سوف تتوغل بآآ اغلب القوات انها قوات اه يهودية. بمعنى ان هناك اكثر من مية وخمسين الف درزي في اه اسرائيل اكثر من مية وخمسين الف اه كردي في اسرائيل اه اكثر من اه مليون اه اه عربي متمنع وربعين في اسرائيل وهناك مرتزقة اه تمجلبهم من جميع اه بدان العالم. الفائز في هذه الحرب سيكون من يقوم بتصوير او نشر اه فيديوهات لاستهداف اه الجيش الاسرائيلي بتسعين بالمية من الحرب هي عبارة عن حرب اه نفسية وحرب معنويات. نشر الفيديوهات سوف يسبب به هزيمة الجيش اه الاسرائيلي. الله تعالى اعلم وعجل لا تنسون اللايك والاشتراك والمشاركة واك.